بقلنا عشر شهور في كسة حرب روسيا على أوكرانيا والعالم بيتغير تغير مش طبيعي من أزمة غزاء لأزمة طاقة لعملات طلعة نزلة والدنيا نشفت على الآخر أمريكا تشعل للدنيا من هنا وتجري تستخبأ ولا كأنها عملت حاجة والسؤال هنا هو مين ده اللي موقف العالم كله على رجل وقاعد هو في عرينة دب القطبي بتاعه ولا على باله ولا هم معين هو مفيش غيره الغامض الصامت العاشي الولهان الجسوس القائد الطفل الانتوقي اللي كسة ولدته أغرب من الخيال فيلاديمير وفيتش بوتين تشوفوا كيوت كده؟ بس جبار في اكتوبر 1952 اتولد فيلاديمير بوتين واللي كان ممكن ما يكونش موجود أصلا لولا قرادت ربنا ورؤية والده لحزاء والدته المرمية بين الجسس وسط مع معة الحرب العالمية التانية واللي كانوا فاكرينها ميتة أصلا لولا ان والد بوتين أصر انه هو ياخدها ويدفنها بنفسه واللي فجأة لقوها بتتنفس بصعوبة جديدة جدا ده اللي أكتر من كده كمان ان والده وأثناء نفس الحرب خدكم بالا كده بالأحضان وسبحان المنجي بعد ما كانش فيه التسليم أصلا وكل ده قبل ولادة بوتين ومش بس كده بوتين كان عنده أخ أكبر منه وبسبب الحروب والجوع مات في الحرب الأب والأم اتعقدوا من الموضوع ده وكرروا ما يخلفوش مرة تانية لدرجة ان هما وصلوا لفكرة الانفصال بعد فترة طويلة رجعوا هما الاتنين عن قرارهم وحملة الأم حملت الأم مرة تانية في الطفل اللي برغم جمود تعبير وشه اللي مش فاهمين له إذا كان فرحان ولا زعلان ولا إيش عوره بالزبط إلا إنه كان شخصية وعاشق كمان لألعاب الكوة وعلى رأسهم الجودو اللي بالنسباله كان فلسفة في الحياة واللي بمجرد وصوله لسن 18 سنة كان معاه الحزام الأسود طفولة بوتين كانت ضنج وجوع وكلها أجواء حروب لدرجة إنه كان عايش في شقة من شوق الإقامة الجماعية واللي مساحتها 20 متر لكل أسرة ومن الحاجات اللي اهتم بوتين جدا بذكرها وواضح تأثره بيها جدا إنه كان من ضمن جيرانه أسرة يهودية متحفزة جدا كل الأجواء اللي تولد فيها بوتين كانت حماسية جدا بداية من والده اللي كان هيموت في الحروب والجوع والرعب اللي شافوه لجده اللي كان أحيانا بيطبخ لفلاديمير لينين ونشأة بوتين في لينينجراد اللي هي بتعتبر بالنسبة لهم رمز للقوة ده غير تأثره أصلا بالحزب الشيوعي ومبادئه عايزين عشاق الروايات تحضرونا هنا شوية فيلاديمير بوتين كان عاشق للروايات البوليسية لدرجة إنه هو لسه في دراسة السنوية كان بيحلم إنه يلطحك بجهاز الكي جي بي الجهاز السري في كل دولة مش بقول لكم الواد من يومه مساهل كده ومدكن وفي بدايات ولايته للكريملين حكى كده قصة لتلت صحفيين إنه راح عند جهاز الكي جي بي وفضل يلف كده حواليه ويتوف حواليه لحد في يوم من الأيام ما خدته رجله كده لمدخل الاستقبال تلاعله مسؤول من المسؤولين من الموظفين وقال له انت عايز إيه بابا فصرح بوتين برغبته في الالتحاط بالجهاز الكي جي بي بكل حزم كده المسؤول رد عليه وقال له والله رغبتك دي عن تستحق الإعجاب لكن الالتحاط بالجهاز الكي جي بي ليه شروطه وأولهم إنك ما تجيش كده تطلب الموضوع بمزاجك ده غير إنك لازم تخلص خدمتك العسكرية الأول فبوتين يستسلم؟ طبعا لا قال له طيب إيه أكتر تخصص بيقاهي الأكتر للالتحاط بجهاز الكي جي بي فرد عليه وقال له تخصص القانون بوتين ما كدبش خبر وفعلا خلص السنوية من هنا والتحك بكلية الحقوق في جامعة لينجراد وفي يوم كلمه موظف في شؤون العاملين في كليته وهو لسه في سنة ربعة يعني قبل تخرجه وطلب مقابلته وفي كلمتين كده قال له إن الهدف مسألة التوزيع بعد التخرج ولإن بوتين فاطن كده من يومه عرف كده بحسه الفطري إن الموضوع ليه علاقة بإلتحاقه بأحد الأجهزة السرية بعد سنة من اللقاء ده كلموه مرة تانية عشان يكمل بياناته وبكده يكون بوتين حقق حلم التفولة بإلتحاقه بجهاز الكي جي بي عام 1975 هو معنى كده إن بوتين كان جسوس فعلا؟ خلينا نشوف بوتين كان شطر قوي ولفت نظر كل رؤسائه اللي اشتغل معهم اشتغل بوتين في الكي جي بي 16 سنة ولإنه كان طاليك في اللغة الألمانية بعته على ألمانيا الشرقية في عام 1985 لكن بصفته مترجم مش أكتر يعني حاجة كده زي رقفة الهجان بوتين بقى عشان يسبك الدور أكتر كان واخد مع زوجته لدميلة الجميلة وبنته ماشى وكان بيتعامل عادي خالص لدرجة إنه ولد بنته التانية كاتية هناك في ألمانيا يعني الراجل مواطن طبيعي جدا أهو أه منك إنت يا بوتين ساكت كده بس ندورها على كيفك بوتين كان عنده إيمان قوي جدا بقيمة المعلومة وده كان أساس عشقه أصلاً للكي جي بي فضل بوتين متخفف ألمانيا في صورة مترجم لحد عام 1990 لما نهار جدار برلين وحصلت انتفاضة ألمانية وبدأ كمان في الوقت ده يتهز كده الاتحاد السوفيتي لحد ما سقت كلياً في 1991 الدنيا هناك كانت متأزمة على الآخر الحشود الألمانية حصرت مبنى المخابرات السوفيتية اللي كان فيه بوتين فخرج بكل هدوء قابلهم وجاوب على كل أسئلتهم موخيف يدخلوا ويشوفوا الأوراق والملفات السرية اللي جوا فقال يقابلهم هو أحسن وبدأ يرد على كل أسئلتهم بزكاء وهدوء لدرجة ان واحد فيهم سأله وانت مين بقى يا شبح وازاي بتتكلم ألماني بطلاقة قوي كده فرد عليه بوتين بكل هدوء قال له أنا مجرد مترجم مش أكتر مهموسكو وقتها كانت ملتزمة الصمت وعمل نفسها من بانها بوتين هنا تعلم من الانهيار المفاجئ للسلطة المركزية وخد قرار كده انه ما يكررش اللي عمله الزعيم السوفيتي وقتها ميخايل جورباتشوف في عدم الرد بحزم وسرعة في مواجهة معارديه ومن وقتها والحزم والسرعة ملازمين بوتين في كل مواقفه لدرجة ان احنا شايفين الحزم والسرعة عمل إيه في الكوكب فكفية حزم وسرعة الله يكرمك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بوتين بعت خالص عن جهاز المخابرات والدهوار اتحالته لدرجة انه اشتغل لفترة بسيطة سواء تاكسي بقى الدب الروسي يتعامل فيه كده برضو؟ لكن كان فيه منصب بيشتغل فيه ممثل جهاز الكي جي بي في المجال الخارجي وهو نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية في الوقت ده بقى مين اللي شافه؟ دكتوره وصديقه الصدوك لكن دلوقتي بقى عمضة مدينة قد الدنيا وكرر ياخد بوتين معاه مساعد للشؤون الدولية بعد الانهيار اللي حصل للحزب الشيوعي وما بدءه والاتجاه كله راح للديمقراطيين والسوق المفتوح خسر أناتولي سوبتشاك في الانتخابات لعمضة المدينة في عام 1996 لكن نقدر نقول ان يالتسن كان وغده كبش فدة وبوتين كان أصيل أصيل يعني هو كمان قرر يتنازل عن منصب النائب إخلاصاً لللي حصل مع صديقه سوبتشاك ونفس الموقف اللي يبان في كمة الغباء هو نفسه اللي لفت نظر كل المحيطين ببوتين وخصوصاً يالتسن اللي في الوقت ده كان في بدايات كده رحيله وضعفه وكان بيبحث وقتها عن أي شخص يحسسه كده بالأمان ويستجدع معاه زي ما عمل بوتين جيه وقت قعادة الانتخابات لمد فترة ولاية يالتسن لفترة تانية واللي حرفياً شعبيته كانت وصلة لستة في المية في بدايات عام 1996 والغريب إنه بعد اجتماع الشر اللي عمله تواغيت المال في روسيا وسويسو البوريس يالتسن عن طريق بنته تاتيانا إن أناتولي سوبتشاك هو اللي يرقص حملته الانتخابية مش المفروض إن انت لسه ترضو هتجيبه عشان يرقص الحملة الانتخابية ده إيه التفكير العالي ده بس الحقيقة تتقال إن سوبتشاك ده كان أصيل أصيل يعني دعا بوتين للمرة التانية إنه يشتغل معاه داخل الكريمالين بعد ما ساب منصبه عشانه لكن عارب بوتين بعد كده إن الموضوع كان وراء ألاكسي بولشاكوف نائب رئيس الحكومة وقتها وعاتبهم إزاي ما يرتزموش بوعودهم لبوتين وبوتين طبعاً عوضوا بعد كده ومنساش الجميل اللي هو عملوا فيه واشتغل بوتين في منصب مسؤول عن الشؤون القانونية وأبلاك الدولة في الخارج بوتين بقى بشطرته وصل لمنصب نائب رئيس الدواء والمسؤول كمان عن الاتصالات بالمحافظين والمقاطعات والأقالي وكل منصب جديد يروح له يثبت تفوقه ونجاحه لحد ما وصل لمنصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الكي جي بي عام 1998 واللي جمع بينه وبين سكرتير مجلس الأمن القوم الروسي عام 1999 واللي كان أساس حماية الرئيس بوريس ييلتسن نفسه بوريس ييلتسن في أواخر حكمه كان عايش كده صراع داخلي عن شكل حياته وعيلته هيكونوا عاملين إزاي ما هو مش ناس اللي عملوا في مخايل جورباتشوف منزله واقهنته بعد ما ساب منصبه فخايف طبعاً إنه يتعمل فيه نفس الكلام لأ أصيل يا ييلتسن وده غير إنه أصلاً كان مزفوف بفضيحة مابيتكس اللي جدده فيها أصور ومباني تبع الكريملين وتورطت بنته تاتيانا بفضيحة رشوة واستغلال نفوذ وليلة كبيرة قوي والكلام بدأ يزيد عن احتمال استقالة ييلتسن المبكرة لكن التوقيت هو اللي فاجئهم في ظل الصراع الداخلي لبوريس ييلتسن وعلى حسب ما تقال في مذاكراته اللي كتبها بعد استقالته في 1999 تحت عنوان مراسون الرئاسة لاح في أفقه خيارات تانية زي سيرجي سيباتشين وزير الداخلية وقتها وقبله يافيجين بريماكوف وبعد تفكير طويل استقر في النهاية على ترشيح فيلاديميرو فيتش بوتين وده اللي ذكروا في مذاكراته مراسون الرئاسة تحت عنوان ييلتسن فقد عقله بوتين كان بينتمي لفصيل الديمقراطيين يعني على هوا ييلتسن كان من جيل الشباب والشعب كان عايز دماء جديدة كده تجري في عروقه اللي أباطرة المال في روسيا وقتها نشفوه عليهم على الآخر بوتين كمان كان معروف بقوة الإرادة والعزيمة وغير محب للزهور ووطني جداً لكن غير متعصب لا تعرف هو تبع اليمين ولا اليسار ولا تبع أنوجها هو مش هيتكلم ومش هيعبر عن أي حاجة في دماءه هو غامض وصامد غير كمان إن صاحب صاحبه وده ظهر في أكتر من موقف آخرهم لما ساعد جربة شوفة على الهرب بعد الإزلال اللي اتعرض له في عهد ييلتسن وفعلاً بوتين قدم له التزامات ووعود قانونية تضمن له حياته وحياة عيلته خصوصاً في فترته الأخيرة لما تعرض لأزمة قلبية وأخيراً وفي عام 1999 مع آخر وقت في العام وبدأت عام جديد قرر ييلتسن الإعلان عن استقالته المبكرة وده بعد توكيل بوتين بمهام الدولة وعرش الكريماني في يوليو 1998 على الرغم إن بوتين لما ييلتسن فتحه في الموضوع ما كانش موافق في الأول وحاول يقنعه كمان إنه يفضل لحد ما تخلص فترته الدستورية لأ حاويت يا بوتين لكن طبعاً ييلتسن أصر على موقفه الخبر ده أدهش كتير من المحيطين ده أدهش بوتين نفسه اللي ما كانش بيتوانى عن إنه يوضح قد إيه هو ما كانش يحلم أصلاً إنه يوصل للمنصب ده التحديات الجديدة على بوتين ما كانتش سهلة وقطعات ودول عايز تنفصل أوليجاركية وتواغيت مال وعلى رأسهم مخايل خدركفسكي وبوريس بريزوفيسكي وطبعاً عملنا عنهم حلقات منفصلة وعلاقة نهايتهم المحيرة بوطنهم الأم موسكو هسيب لكم الروابط في الوصف ده غير الشعب اللي كاره كل السياسات حتى في الخارج عايزين يعرفوا مين الشاب الجديد الكيوت ده ويا ترى آخره إيه وكل فرع حرفياً من دول عايز حلقة لوحده لو لقيت إعجابات وتعليقات وتشجيع كده على الفيديو ده هكمل في السياسات لكن بشكل عام كده بوتين فدل من أيامهم شوية خصوصاً أوليجاركية البلد وفهمهم إنه معاهم في سياسات السوق المفتوح لحد وقت معين وبدأ يقضي عليهم واحد واحد من سجن لمطاردة لتصفية وغيره كتير أما بالنسبة للداخل فالشعب كان عجبه أو اللي بيحصل واحد بيحافظ على ممتلكات الدولة وعن مال يطارد كده في الأوليجاركية فما فيش أحلى من كده يعني وبيواجه كمان الانفصاليين يعني أكتر من كده يبقوا طماعين قوي بالنسبة للخارج بدأ معاهم بوتين إنه دموقراطي وكان وقتها بوشي الإبني في بداياته لكن بمجرد ما حاولوا يتدخلوا في الشؤون الداخلية والاقتراب كده من المقاطعات والدول المحيطة زي بولندا ظهر لهم هنا بوتين العين الحمراء وقال لهم ستوب زي ما عمل في أوكرانيا بالزرق في 2008 انتهت ولاية بوتين فعمل تبادل كده بقى هو وزير الخارجية وبريماكوف بقى هو متولي رئاسة الدولة لكن طبعا كل مقاليد الحكم تحت سيطرة بوتين لحد 2012 لما أعادوا الانتخابات مرة تانية ورجع مرة تانية لعرش الكريميني وقتها عمل استفتاء على مد فترة ولايته لحد 2030 يعني ثبت أقدامه وما فيش أي تنقلات هتحصل وهيفضل في منصبه وبكده بوتين طبعا مطول معانا شوية وبكده نكون عارفنا كل حاجة عن واحد من أكتر الشخصيات غموضا وتأثيرا في العالم كله نفس السلسلة دي في مواضيع مشابهة ومصيرة أكتر لو عايزين نحنا نكمل في السلسلة دي فعلى قد ما هلاقي تعليقات وإعجابات ودعم قول الحلقة هاستمر في مواضيع شبه المواضيع دي أو عيدكم ما تسمعوا عن مواضيع وحكايات أول مرة تسمعوا عنها ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تكونوا مطلعين على كل اللي بينزل جديد على القناة هشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة